هنأ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الرئيس عبدالفتح السيسي ووزارة الداخلية قيادة وضباطا وأفرادا وجموع الشعب المصري بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة الخمس والعشرين من يناير وأعرب الأزهر الشريف عن اعتزازه وتقديره لما قدمه رجال الشرطة البواسل من تضحيات غالية حيث بزلوا أرواحهم في سبيل حفظ الأمن والاستقرار والدفاع عن الوطن فتضطروا بذلك صفحة من صفحات الشرف والفخر في التاريخ المصري لتظل هذه الذكرى تاريخا تتجدد معه عزيمة المصريين من أجل العمل والبناء والعطاء للوطن كما هنأ الأزهر الشريف الرئيس السيسي وجموع المصريين بذكرى ثورة الخمس والعشرين من يناير المجيدة التي كتبت فصلا جديدا في تاريخ النضال المصري والسعي نحو النهوض بالوطن سائلا المولى عز وجل أن يوافق رئيس السيسي إلى مواصلة مسيرة البناء والتنميع